بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن العقيدة هي أصل الدين العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة هي أصل الدين وأساسه فإذا صحت العقيدة وسلمت مما يفسدها أو ينقصها فإن بقية الدين اختبني عليها أما إذا اختلت العقيدة فإنه لا فائدة من الأعمال ولا يستقيم الدين إلا بالعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من العمة والدعاة إلى الله عز وجل ولهذا أول ما يبدأ به الرسل دعوته تسحيح العقيدة فأول ما يقول الرسول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وغيره ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاسم النبيين وإمام المرسلين لما بعثه الله عز وجل يدعو إلى الله أول ما بدأ به تسحيح العقيدة فكان يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وطرق عبادة ما سواه من الأصنام والأشجار والأحجار والأحياء والأموات غير ذلك من المخلوقين بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى تصحيح العقيدة العقيدة أبنى أن كفر الله عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج مما يدل على أن هذه الأعمال لا تصح إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة وإي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وطرق عبادتي ما سواه لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ وقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فالخلل في العقيدة إذا كان يناقضها فإنه لا يغفر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشه أما الظنوب التي دون الشرك وإن كان السبائر فإنها حرية أن يغفرها الله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشه فهذا دليل على أن العقيدة هي الأصمق وهي الأساس وهي التي يجب أن يتعلمها الإنسان كما جاءت في القرآن وفي السنة وكما درج عليها سلف هذه الأمة لأنه إذا كان يجهل العقيدة فقد يقع فيما يخالفها خصوصا وأن كثيرا من الناس يمارسون أشياء تخل بالعقيدة قد تفسدها وتقتلها وقد تنقصها فإذا كان لا يعرف العقيدة الصحيحة ولم يتعلم فإنه حري أن يقع في الخلل في عقيدته وهو لا يدري مجاراة لما يخاله بعض الناس أو اتباعا لدعاة الظلال الذين يدعون الناس إلى إفساد عقيدتهم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا اخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوت اخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اخرجونهم من النور من العقيدة الصحيحة والهداية إلى الظلمات إلى الشرك إلى البدع إلى المحدثات إلى الخرافات وعلى ظلمات والعياب بالله فهذا فيه تحذير للمسلم من أن تختل عقيدته وهو لا يشعر أو أن يفق بدعاة الظلال قد قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الآئمة المظلين وما أكثرهم لا تكثرهم الله من هنا يتبين أنه يجب على المسلم أن يعتني بعقيدته وأن يتعلمها وأن يتعلمها من مصادرها الصحيحة والحمد لله قد أُلِّفت مؤلفات مطولة ومختصرة في شرح العقيدة وبيانها وبيان ما يوضعتها أو يسدها ويمتوفرة ويمتوفرة فما على المسلم أن يطرأ هذه الكتب المفيدة في موروع العقيدة حتى استقيم عليها ويحذر مما يضعتها ويفسدها الأمر ليس بالهيئة الأمر مهم جدا نعم هناك ممارسات يمارسها كثير من الناس وقد يتسمون بالإسلام ويتصفون بالعلم أيضا يمارسون أشياء تخالف العقيدة من ذلك الشرك الأكبر والأصغر الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله من الأولياء والصالحين والموتى وغير ذلك لأن الدعاء هو هو العبادة دعاء والعبادة يعني هو أعظم أنواع العبادة لأنه يتضمن العبادة من الخبوع والاشتقار إلى الله والعلم لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله توكل على الله والرجوع إلى الله فالدعاء يتضمن كل هذه الأموم ولهذا ولهذا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال سبحانه قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم المداخرين قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالدعاء همية وعظيمة وكثير من الناس من يدعو غير الله في المهمات والملمات والشجاية يدعو وينادي ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم من يتنبه لهذا الأمر فإنه قطير جدا من الناس من ينبه لغير الله للتقرب إلى المخلوق إلى العموات إلى الأضرحة ينبه لغير الله فيشرك بالله الشرك الأكبر لأن التقرب بالذبيحة إنما يكون لله عز وجل لا يتقرب بذلك إلى غير الله قال تعالى وإن صلاة ونسك ونحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرك وأنا أول المسلمين والنسك هو الزبيحة قال تعالى فصل لربك وانحر فجعل النسك النسك قرينا للصلاة وجعل النحر فهو الذبح قرينا للصلاة وكما لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله بعض الناس يذبح لغير الله يذبح للأموات لأجل أن ينفعوه أو يدفعوه عنه الضرب أو يشفو المرض الذي فيه أو فيه أولاده يذبح لهم من أجل الشفف كما كما يزين لهم شياطين والإنس والجن يذبحون لغير الله عز وجل وفي السنة لعن الله من دبح لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه فالشرك الأكبر هذا يفتل العقيدة من أساسها وذلك بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك وما أكثر ما تطع هذه الأمور عند الأضرح الموجودة في كثير من بلاد المسلمين ربما يغتر الجاهل بذلك لا سيما وأنه يرغب ويقال له يحصل لكذا ويحصل لكذا ويحصل لغير الله ويقل هذا من باب التوسل بالصالحين هذا شرك وإن سميته توسلا فهو شرك والأسمى لا تغير الحقائق وكذلك مما يخل بالعقيدة الشرك الأصغر الشرك الأصغر وهو يكون يكون بالأقوال الظاهرة جثن الحلف بغير الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرف قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم أن كان حالغا فليحلف بالله أو ليصمت الحالغة بغير الله شرك لكنه شرك أصغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل إنه يكون شركا أخر وهذا مما يجري على كثير من الألسنة أن حلف بغير الله والنبي يحلف بالنبي يحلف بالكعبة يحلف بالأمانة هذا شرك شرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب ما يكون في نية الحالة وهو واقع وكثير ممن لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يقرعون النهي عن الحلف بغير الله عز وجل ومن ذلك ما يكون في القلوب من الرياء الرياء في الأعمان لأن يودي العبد العبادة صورتها أنها لله وهو يرائي بها الناس ليمدحوه أو ليثنوا عليه أو غير ذلك من المقاصد هذا الرياء والعياذ بالله فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوه عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي والشرك الخفي هو الرياء لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل إليه قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاة كهم شاهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون في الرياء الفطير قد خافهم نبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأن كل إنسان يحب الثناء ويحب الماده ويحب المظهر الحسن فربما يحمله ذلك على الرياء في العبادات قلوا يتجمل بجسده بالفياب واللباس والطيب والمظهر الحسن هذا مظلوب مظلوب جمال الهيئة والمظهر أما قومه يتجمل بالأعمال عند الناس وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الناس هذا هو المصيبة القضاء أخوهما أخاض عليكم الشرك الشرك الخفي إلى وما هو يا رسول الله قال الرياء سمي رياء لأنه من الرؤية يريد أن يراه الناس وكذلك السمعة السمعة نجم الرياء وهو أن يحبا يسمعه الناس يسمعون دعاءه يسمعون أقواله التي ظاهرها أنها طيبة وذكر لله وهو يريد أنهم يمدحونه ويقولون يذكر الله كثير الذكر فلان فلان يطلب العلم يعلم العلم فلان يفعل كذا وكذا يجمل صوته بالقراءة من أجل أن يمدحه الناس كل هذا من أنواع الرياء من السنعة هذا من السمعة ومن راء راء الله به لأن الجزاء من جنس العمل ومن سمع سمع الله به وأول من يدفل النار يوم القيامة ثلاثة رجل آتاه الله علما فعلمه لكن علمه ريان لم يعلمه لأجل الله فهذا يؤتابه يوم القيامة فيقول الله له ما عملت فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمت فيقول الله له كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ثم يسحب به ثم يؤمر به أن يسحب إلى النار والعياب بالله والثاني رجل آتاه الله مالا كثيرا أجعل يتصدق ولا يترك مجالا من مجالات الخير إلا وأخرج فيه من المال لكنه يريد الملك لا يريد ثواب الله هذا يؤتابه يوم القيامة فيقول له ماذا عملت بمالك فيقول يا ربي ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيقول الله له كذبت ولكنك فعز لي قال هو تقيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ والثالث والثالث رجل جاهد جاهد في سبيل الله قاتل الكفار وأبلى في قتال الكفار لكنه لا يريد وجه الله وإنما يريد أن يقال هو شجاع وجريب فيتابه يوم القيامة يقول الله ماذا عمي فيقول يا ربي جاهدت فيه حتى قتلت استشهد جاهدت فيك حتى قتلت وفي نيته أن الناس اندحون يقال هو جريب يقول الله لو كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريب وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار هذا هو الرياء يا عباد الله أن نحذر أن يدفل الرياء أعمالا ولكن حكم للإنسان بشر فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له حب السنة وحب المدح أي تبار بالعبادة ليمدحه الناس وهو أصله لا لا يريد الرياء أصله بدأ العمل لا يريد الرياء لكن جاءه الشيطان في أثناء العمل وأغراه بحب المدح والسنة فدخل في قلبه شيء من ذلك فهذا إن تاب إلى الله في الحال وستعاد من الشيطان فرك الرياء وواصل الإخلاص لله في العمل إنه لا يضر وأما إن استمر معه الرياء فإن عمله يضر لأن الرياء يضطل العمل لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى والله إنما يقبل ما أريد به وجه وحده لا شريك له فهذا مما يخل بالعقيدة قد يخفى على بعض الناس هناك أشياء يمارسها الناس ويتخل بالعقيدة مثل الذهاب إلى السحرة والكهان لأجل العلاج عندهم والتداوي عندهم بحكم أنه أصيب بالمرض فيريد أن يعالج هذا المرض لا حرج عليه في العلاج قال صلى الله عليه وسلم تداوئ يا عباد الله ولا تداوئ بحرام لكن إذا تعالج بالأمور المباحة فلا لوم عليه على صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواء علمه من علمه جاه له من جاه لا لوم عليه إذا تداوى بالدواء الذي أنزله الله سبحانه من الأجوية المباحة والرقية الشرعية والهجعية لا لوم عليه ذلك هذا سبب من الأسباب المباحة أما لو أنه أراد أن يتعالج بأمر مخرم هذا لا يجوز أن يتعالج بالذبح لغير الله عند الكفار والسحرة أن يتعالج بالطلاسم أن يتعالج بالأمور الشيطانية من أجل الشفاء فهذا تداوى بأعظم الحرام هو الشرب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنة وروا مسلم في صحيحه من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما لا يجوز الذهاب إلى الكفان من أجل العلاج أو من أجل سؤالهم عن المغيبات أو عن مستقبله ماذا يكون متى يتزوج متى يسافر متى متى يذهب إلى الكفان هذا شرك بالله الزواج لأنه ذهب إلى الذين يدعون علم الغيب ليسألهم عن مستقبله وعن أموره فهذا لم يتوكل على الله ولم يؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى كذلك وجوصاب الإنسان بالسحر والسحر مرض خطير وقد أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر عليه الصلاة والسلام على يد اليهودي ولكن علاجه إنما هو بالأمور المباحة علاجه بالرقية الشرعية علاجه بالأدوية المباحة ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أما علاج السحر بالسحر فهذا كفر كفر بالله وإفشاد للعقيدة قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكوهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له لا يجل الزهب إلى السحر بحال من الأحوات لأنه إذا ذهب إليه فقد رضي بعملهم وعملهم كفر بالله ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر تعليم السحر وتعلمه إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد سيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أدل على أن السحر كهر تعلمه وتعليمه وكذلك العلاج به فلا يجل الإنسان أن يذهب إلى السحر ليتعالج عنده من السحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر عليه الصلاة والسلام لأنه بشر يصيب ما يصيب البشر من المرض ومن الجراح وأصابه السحر عليه الصلاة والسلام لكنه تعالج بالرقية أتاه جبريل عليه السلام فرقاه وعوده بالقرآن بالإخلاص والمعولتين فشفاه الله عز وجل فهذا هو طريق العلاج من السحر السحر يعالج بالقرآن بالأدوية بالأدوية المباعة ولا يجوز أنه يذهب إلى السحر ليتعالج عندهم فكيف يعالج المرض البدني بالمرض العقدي والعياب بالله كيف يعالج مرض بدنه بمرض قلبه هذا من الانتكاس آله أن يتوكل على الله ولا يقنط من رحمة الله وأن الشفاء بيد الله وأن الفرج قريب يحسن الظن بالله مع فئل الأسباب المباحة والله جل وعلا قريب مجيب ولا يأس ولا يقنط لكن يحافظ على عقيدته أكثر مما يحافظ على حياته وعلى بدنه فإنها إذا فسدت عقيدته خسر الدنيا والآخرة وظل ضلالا مبينة يجب التنبه لهذا كذلك من ما يقل بالعقيدة هو التطير وهو التشاؤم التشاؤم بالأشياء التشاؤم بالطيور التشاؤم بالأشخاص التشاؤم بالدواب والبطاع هذا هو التطير وهو يدل على ضعف العقيدة لأن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يتطير قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود ربي الله عنه وما مننا إلا يعني يقع في نفس الإنسان نعم إنسان بشر فقد إذا رأى شيئا يكرمه وأنه متشاؤم به ماذا يعمل عليه أن يتوكل على الله ولا يترده الطيرة عن شغله لا ترده الطيرة عن شغله بل يتوكل على الله عز وجل وفي الحديث من ردته الطيرة فقد أشرك فعليه أن يمضي ويتوكل على الله كذلك استعمل الدعاء بأن يقول اللهم لا طير إلا طيره ولا خير إلا طيره ولا إله غيره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فبهذا يزول عنه التطير بإذن الله من ردته الطيره عن شأنه فقد شغل أما من لم ترده توكل على الله ودعى بهذه الأدعية إلا لا تغره كذلك من الشرك أيضا قول لو لا الله وأنت لو لا الله وأنت ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك لو لا فلان ما حصل كذا لو لا فلان ما حصلت على الوظيفة لو لا فلان كاننا حاصل على الوظيفة هو اللي ردنا هذا من الشرك الأصفر من الشرك في الألباب فعلى المسلم يتجنب كلمة لو هذه قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه واستعند الله ولا تعجزا فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما شاء الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان فعليك أن تتجنب كلمة لو وأن تتوكل على الله سبحانه وأن تعلم أن الله لو قدر لك هذا الشيء لحصل ولما لم يقدره لم يحصل قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وقال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل وما أصابه من خير فمن الله وما أصابه مما يكره فهو أيضا من الله لكن بسبب ذنوبه وما أصابك من سيء فمن نفسك وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم علي أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله هذه أمور ينبغي للمسلم أن يراعيها كذلك مما يخل بالعقيدة التبرك بالآثار التبرك بالآثار والأشيار اعتقاد البرة في هذه الأشيار البركة من الله سبحانه وتعالى وتنال من الله وتطلب من الله لأن تبرك بآثار الصالحين والأماكن التي حل فيها أحد من الأنبياء أو من الصالحين فإنها بقاع أو مباني ليس عندها نفع ولا ضرق وإنما هذا بيد الله والبركة من الله جل وعلا فلا يتبرك بالأشيار أو الأحجار أو المباني أو الأمكنا إلا ما جعله الله مباركا ما جعله الله مباركا إنه يتبرك بالكماء للعبادة والذين ينزلوا والذين ينزلوا البركة والخير هو الله جل وعلا يعتقد أن الخير من الله لا من البقاع ولا من الأشيار ولا من الأحجار ولا من المباني وإنما هو من الله وإذا أمره الله أن يعبده في مكان معين فإنه ينهد ويعبد الله فيه مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصر هذه أمكنا للعبادة من صلى فيها أو اعتكف فيها فإن الله جل وعلا مبارك له صلاته ويبارك له في أعماله أما هي إنها ليس عندها مخلوقة ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين بعد فتح مكة كان معه ناس من الصحابة حديث عهد حديث عهد بالإسلام أسلموا قريبا ولم يتعلموا العقيدة تماما فلما مروا على قوم عندهم شجرة قوم من المشركين عندهم شجرة يتبركون بها يعطفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها بها للتبرر قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق سمون شجراتهم ذات أنواق فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواق فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب من هذه المقالة وعريبها ذلك في وجه عليه الصلاة والسلام ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إجلالا لله سبحانه وتعالى إنها السنن يعني التقليل قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له ماليا لأن لأن بني إسرائيل لما أنجاهم الله من البحر وأبرق أدوهم جاوزنا لبني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكوهون على أصنام الله يعكوهون على أصنام الله يتبركون بها فمن جانهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما له ماليا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب لآخر الآيات فالتبرق بالأسجار والأحجار هذا من أمور جاهلية فلا يجوز التبرق بالمخلوقات إلا ما جعله الله مباركا وأمر بأن يعبد الله فيه فهذا لها حكم نافع لكن مع الاعتفاق بأنه لا ينفع ولا يضر إنما الضار والناغع هو الله ولهذا لما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقبله اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقبلك ما قبلتك مثل مسألة اقتداء ما يبتبرق فأنت حينما تقبل الحجر أو تستلم أو تشير إليه إنما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أنك تقلب من الحجر البركة أو النافع إنما هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعلم هذا فالعقيدة مهمة جدا وينبغي العناية بها وينبغي تجنب كل ما يخل بها وأن لا يغتر الإنسان بما يفعله الناس أو ما يكتبه بعض الناس لا يغتر بهذا بل عليه أن يتبع الحق ويصح عقيدته ويهتم بها لأنها هي أساس الدين وهي مصدر الخير وهي الصلة بالله عز وجل فالله جل وعلا أمر أن لا يدعى إلاه أمر أن لا يطاع إلاه سبحانه وتعالى أمر أن لا يذبح إلاه أمر أن لا ينذر إلاه لا يسجد إلاه لا يصلى إلاه لا تؤدى أي عبادة من أنواع العبادة إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين ولغير الله يضغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تجر واجرة واجرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبدعكم بما كنتم تعملون واصفق الله الجميع لما يحبه ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد